ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وحشتون كتير جدا النهاردة مع بعض ريفيو حلوة قوي 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 اا منتج او حاجة واخدة ضجة اا البا سوشيال ميديا حرفيا وحاجة مش عندي في الجروب يعني دي مش منتج عندي اا خالص ده حاجة انا طلبتها انلاين من شركة اا الفا اا هجربها معاكم وهقول لكم رأيي فيها بكل صراحة وكمان جايبا لكم اوفر حلوة قوي 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 طبعا عشان نبقى واضحين المنتج ده مش عندي عشان محدش يطلبه مني ولا يقول لي وفرهولي بسعر حلو انا لو لقدام لقيته كويس يعني انا هجربه لو طلع حلو معي هدور لكم على سعر حلو زي السعر اللي انا جايبا بيه ويمكن اقل وهنزدله في الجروب عندي لكن حاليا عشان نبقى على بينا الوردر ده مش من عندي انا جايبا من بره وهو بوليست الشحن كل حاجة لسه واصلي مبارح اا محدش عامل اللي عنه ريفيو خالص على اليوتيوب اول واحدة هتتكلم عنه النهاردة وبرضو مش هقول رأيي انا هقول لكم السعر والمواصفات والمنتجات تعبارة عن ايه وهنجربه مع بعض اسبوع او اسبوعين وهطلع عامل لكم ريفيو سواء حلو او وحش هنتكلم بكل صراحة اا بصوا ده اا مبدئيا ان هي اا طولة اا منتجات طولة للكبار مش للاطفال كلنا عارفين او معظمنا عارف ان طولة عاملة يعني لاين من زمان قوي للاطفال اا شمبهات وشوارات وسرم للشعر وكريمات بديل زيت وحاجات كده كلها للاطفال اا مش مش للكبار خالص اا وبصراحة انا مجربة طولة مع حد يعني اعرفه لان ابني لسه صغير فبستخدم له لحد الان شانوساني تمام اا فكنت نوية اجيب له طولة لاني سانوسان قربت تخلص فاقلت اجرب طولة فببحث كده عن طولة سمعت اني في لاين نزل جديد هم عاملينه اا للكبار يعني حريمي او رجالي فاهمني اا لسه عاملينه جديد قوي اا بتفرجل على التيك توك لقيت البلوجرات كلها بتتكلم عنه اا ادخل على الفيس الفيس كله البلوجرات كلها بتتكلم عنه وطبعا بلوجرات هي اللي عاملة اا اا عاملة الاعلانات فكلهم بشكروا فيه بس انا بصراحة مش بسك خالص في البلوجرات لانها بتبقى واخد المنتجات ببلاش وبتبقى كمان اا مدفوع لها يعني واخد لها خمستاشر عشر تلاف عشان تتكلم عن منتجات دي فانا دخلت على اليوتيوب عشان طبعا اليوتيوب بنبقى اصدق شوية بنبقى عامل روفيوهات من قلبنا يعني تبقى ستات بيوت بنات مجربة لحاجة فبيطلعوا لقيت محدش متكلم عنه على اليوتيوب خالص لانه اللاين قريدي نزل من شهر او شهر ونص يعني حاجة جديدة خالص فانا صراحة تشجعت اجيبه لسبب يعني كل البلوجرات اللي بيقوله انه الشامبو اا والسيروم بيوقفوا التساقط وانا شعري متدمر تساقط الفترة دي فتعالوا كده نتكلم ونقول سعرهم ووصفهم والمنتجات عبارة عن ايه وانا جبتهم اا عرض حلو ازاي جبت مجموعتين بسعر مجموعة واحدة تمام فالمجموعة الواحدة متكونة من شامبو اا هوا بصي من شركة البا انا جايبهم من الشركة نفسها بصوا اهي الكارتونة من شركة او البا فارب اا جايبهم من الشركة نفسها يعني اول حاجة في المجموعة عبارة عن شامبو ميتين خمسين ميلي اا بصوا هي صناعة مصرية ومش مقطعة ولا اي حاجة فاهميني مدين ايجبت اهو اا الشامبو من جوة لونه ازرق لان انا شفت البلوجرات بصراحة هم بصوا اا كوامو طقيل هو فينزل تمام ريحته لطيفة مش وحش بيراغي اهو من غير مية تمام اا اا مكونات الشامبو يعني اللي انا فاكراها انه هو اا اا في الزيوت طبيعية اا بيوقف التساقط بيعالج الاشرة الاشرة دي هي اللي بتسبب التساقط في معظم الاحيان فهو بيعالج الاشرة ويوقف التساقط فانا بصراحة ما جربتوش بس كل البلوجرات بتقول كده تمام بصوا هو متسعر مية تسعة وتمانين جنيه يعني مية وتسعين جنيه تمام اا اللاين التاني اا الحاجة التانية يعني في المجموعة هي اا سيروم بتعمل اا بيتحط طبعا غسل الشعر بالشامبو طريقته بتخسل الجدور بس وتفرق كده وتخسلي مرة او مرتين في الاسبوع السيروم ده برضو متسعر مية خمسة وتسعين جنيه سوري هو الشامبو متسعر مية خمسة وتسعين والااا والسيروم مية خمسة وتسعين برضو السيروم اهو سيروم طولة اا بصوا مكوناته كلها زيت خروع وزيت اا جزهندو زيت زيوت كلها يعني اا حاجات متخصصة فوقف التساقط برضو بيقولك لازم تجربيه اا هو باسمه السيان يعني سيروم تمام بترشي على شعرك هو مية مية عشرين ميلي بترشي على شعرك يوميا بيقولك عشان وتدليكي طبعا وتنامي بيه بيقوله ان هو ما بيزيتش الشعر وما بيديش لك انه مزيت وكمان عشان تاخدي نتيجة افضل بتستخدميه اول اسبوع او اول اسبوعين مرتين في اليوم تمام يبقى شامبو وسيروم وده بديل زيت برضو مية وخمسين جرام او مية وخمسين ميلي نفس الصناعة اا طريقة الاستعمال بعد الشعر بتدهني الاطراف كلها بيه بجزء صغنن منه اا ريحته حلو قوي جميل جدا اا بيقوله انه ما بيزيتش الشعر وما بي يعني ينفع تعملي بكيرلي ينفع تحطيه قبل المكوى والاستشوار فانا باستخدم معايا سيروم يعني باستخدم عمتا انا كاريتا باستخدم السيروم قبل المكوى فانا هستخدم ده كمان قبل المكوى وهشوف الدنيا بيقوله ما بيلبكش ما بيزيتش ما بيفاهميني كل البلوجرات بتشكر في المجموعة جدا فطبعا المجموعة اا كل حاجة فيها مية خمسة وتسعين مية خمسة وتسعين في تلاتة لان الباكتج تلات حاجة هتسيروم وبديل زيت وشامبو مية خمسة وتسعين في تلاتة يعني عاملين مثلا هزبة خمسمية او خمسمية شوية اا ثواني احسيبها بصوا مية خمسة وتسعين في تلاتة عاملين خمسمية España خمسمية خمسة وتمانين في اتنين لان انا جايبة مجموعتين عاملين الف مية وسبعين طبعا ده غير الشحن انا بقى جايبة المجموعة دي كلها اتنين بديلزيت واثنين سيروم واثنين شامبو آآ بستمية خمسة وتسعين ومن غير شحن. انا طلبتها وجات لي لحد عندي آآ لحد البلد اللي انا عايشة فيها في اسوان بستمية خمسة وتسعين يعني مجموعتين بستمية خمسة وتسعين يعني من غير شحن. تمام? فانا هجر طبعا الاوفر ده حلوة قوي لو عايزين احط لكم لينك البيتج اللي انا جبت منها هحطها لكم في اول كومنت مسبت وده مش اعلان بس انا مش هحطها دلوقتي للامانة غير لما اجربها آآ طلعت حلوة امين هنجيب ما طلعتش حلوة فخلاص بقى آآ ولا كأننا جربناها آآ آآ بصراحة لو ما جاتش على شعري قوي ممكن ابيع مجموعة منها بس آآ يعني لو حلوة معي هستخدم منها الابني البديل الزيت يعني هستخدم له كريم لان انا ما باستخدم لهش كريم لان بصراحة السيرام والبديل الزيت هيقعدوا معي فترة والشامبو وممكن يخلق بسرعة ان انا باخصل مرة واثنين وثلاثة في شعري فالاوفر ده حلوة قوي لو انتم مجربينها وعارفين انها حلوة ممكن احط لكم اللينك تجيبوها آآ اوفر حلوة قوي يعني المجموعتين لو هتشترهم من بره بالف مئة وسبعين وشحن ميت جنيه يعني بالف وتلتمية لأنا جايبهم كلهم بدون شحن بسلتمية خمسة وتسعين وبصراحة مش عارفة الاوفر لسه موجود لحد دلوقتي ولا انتهى بس انا لسه واصلي مبارح فهجرب النهاردة باذن الله هبدأ في السيرم من النهاردة وهاخصل في شعري وهقول لكم رأي بكل صراحة بعد يعني استنوا بعد خمستاشر يوم بالكتير هتلاقوا في فيديو تاني آآ نقول رأينا بكل امانة ممكن يطلع الشامبو حلو والسيرم مش حلو يطلع البديل الزيت حلو هقول رأي بكل صراحة زي ما انتم متعاودين معي بس شجعوني بلايك لان محدش في اليوتيوب خالص عمل ريبيو عنه فتقديرا ان انا بجيب لكم الحاجات الترين دهو بتشتروها وانتم متطمنين او متشتروهاش لو مش حلوة حطولي لايك وكممنت والمهتم ان انا انزل النتيجة يستناني في كوممنت ويقول لي نزلي وشجعوني ان انا فعلا ابدأ من النهاردة واصورها لكم هاتوحشوني جدا جدا من هنا الفيديو اللي جاي باي باي